قالت دينمارك أن كميات كبيرة من الغاز تتسرب من خط نوردستريم وتتوقع أن يستمر ذلك لعدة أيام هذا ورجحت رئيسة الوزراء الدينماركية متا فريدريكسون حدوث عمليات تخريبية وراء ثلاثة تسريبات في خطوط أنبيب الغاز الروسي والتي تمر ببحر البلطيق إلى أوروبا بدوره أعرب الكريملين عن قلقه البالغ بشأن عمليات التسرب مؤكدا أنه لا يستبعد أي فرضية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستفتاءات الجارية في بعض المناطق الأوكرانية بشأن الانضمام لروسيا هدفها الأساسي هو إنقاذ سكان هذه المناطق وبشأن ملف تصدير الحبوب إلى العالم أشار بوتين إلى أن موسكو تتوقع رقما قياسيا في حصاد الحبوب خلال العام الجاري مشيرا إلى أن التقديرات الأولية لحصاد العام الجاري تبلغ 150 مليون طن بما في ذلك 100 مليون طن من القمح